السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب بالنسبة لقرارات المملكة العربية السعودية بترحيل جميع اليمنيين المتوقعين في أربع محافظات في جنوب المملكة العربية السعودية إن صحت فهي في اعتقاد يا شباب بأنها ترحيل إلى اليمن ولكن بطريقة محترمة ومؤدبة لأن الكثير من المغتربين في هذه المناطق عايشين مع عوائلهم أطفالهم في المدارس عندهم أشغالهم البعض منهم عندهم محلات نص البضاء حقه مدينة عند الزبائل لا يستطيع أن يجمعها الآن لو قلنا لهذا المغتربين تعالوا انقلوا إلى محافظات أخرى إلى الرياض إلى ينبع إلى الدمام إلى جدة كم يحتاج له وقت عشان يروح يبحث عن بيت كم يحتاج وقت عشان ينقل عفسه ينقل بضاعته ينقل محلاته ينقل أطفاله من مدارس إلى مدارس هذا بالإضافة إلى الكثير من المغتربين يعني بحاجة إلى أنه يبحث عن كفيل ونقل الكفالة تكلف مبالغ كبيرة بالإضافة إلى أنه ما بيراقش عمل بسهولة في ظل السعوداء الحاصلة في المملكة العربية السعودية بالنسبة للمملكة العربية السعودية هذه القرارات تعتبر قرارات داخلية وسياسات داخلية ونحن لا نتدخل بسياسات الدول ولكن بالنسبة للمغتربين هي قرارات مضخفة وظالمة نحن نتأمل من رئيس الجمهورية أن نتدخل كل يوم نسمع عبد الربو مصر هذه رئيس الجمهورية قابل جلالة الملك رئيس الجمهورية قابل سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس الجمهورية قابل نائب وزير الدفاع طيب أيش النتائج؟ ماذا قدمتم للمغترب الذي يعاني؟ أصبح أكبر إنجاز للمغترب أن يستطيع أن يخرج من المنفذ أو يعود من المنفذ إلى المملكة وانتم نايمين ثمان سنوات بالفنادة إذا كان الشعب اليمني ثار ضد علي عبدالله صالح لأنه جلس في السلطة ثلاثة وثلاثين سنة فلو جئنا نشوف أن هادي قد مقرب على هذا الرقم من أربعة وتسعين ونحن داخلين الآن على الفين واثنين عشرين وهادي في السلطة ما بين نائب رئيس الجمهورية وما بين رئيس جمهورية الشعب اليمني لم يستفيد من هادي حتى طبق بير وكل يوم اطلع لنا جلال هادي يطمننا عن صحة فخامة الرئيس وكل يوم يطلع كلنا يعني يغرد في تويتر بأنه الرئيس عبدالربو مصر هادي تم انتخابه بطريقة شرعية ولا أحد يستطيع أن يتقال هذه الشرعية يا بابا عبوه كان رئيس لفترة انتقالية لمدة سنتين الآن من 2011 إلى الآن نحن داخلين على 12 سنة إذا كان عبدالربو مصر هادي مش قادر يصير رئيس لثلاثين مليون نحن نكتفي بأن يكون رئيس للمغتربين في المملكة العربية السعودية هو كفا إما أن يخدم المغتربين ويخدم المواطن اليمني أو فليرحل هادي غير مأسوف عليه